طيب خلينا نرجع لأخبارنا احنا طبعا زي ما وعدنا حضراتكم بنجيب لكم أهم الأحداث وأهم الأخبار اللي بتبقى موجودة على الساحة في الفترة اللي فات خلينا نروح لكرة اليد تعارفين حضراتكم ان الموسم خلاص انتهى بالنسبة لكرة اليد فبدأت المنتخبات تستعد كل منتخب يستعد لوجهتهم منتخب تونس للسيدات انتوا عارفين طبعا لعبتنا و لعبت الفريق الأول والمحترفة بصفوفه سندس حشانة واللي يعني تعاقد معها النادي الأهل السنة دي شاركت مع منتخب تونس في بطولة أفريقيا بتلاعب في الكاميرون و سهمت بشكل كبير في صعود الفريق لكأس العالم القادم في أسبانيا و اللي هتلاعب في هذا الصيف أو الصيف اللي احنا فيه و طبعا تونس ضمنت الصعود لنهايات كأس العالم بعد وصولها لدور الأربعة زي ما قلت لحضراتكم من البطولة أفريقيا بتتلاعب دلوقتي في الكاميرون تونس كسبت في دورة 8 منتخب غينية بنتيجة 27-20 وسندس سجلت 9 أهداف يعني تقريبا تلت السكور و ده يدل على قوة سندس الحقيقة و قوة الدور المصري كمان لأن سندس راحة جاهزة تونس كمان كانت لعبت مع أنجولا في قبل النهائي من شوية والمطش خلص لصالح أنجولا بنتيجة 27-20 بس ما فيش مشكلة خالص تونس اتقلت لكأس العالم وسندس قدت أداء كويس و ده يدل لنا حاجة زي ما رجعنا و نرجع بتايمي و نعيد و نكرر النادي الأهلي دلوقتي بقى سياسته في الاتفاق أو التعاقد مع اللاعبين و اللاعبات أنهم يبقوا level 1 اللاعبين أو اللاعبات اللي بيجوا ما كانوش هيعملوا الفارق النادي الأهلي ما بتعاقدش معه سندس حشانة مش عادة ما جاءت النادي الأهلي وهي عاملة الفارق الحقيقة و برضو يعني مش بس فارق فني ولكن فارق في الروح و حتى سندس تتمنى طبعا بقاءها من النادي الأهلي و تتمنى أنها تشارك مع اللاعبات اللي كمان سنة جاية في حصد البطولات كل التوفيير لك يا سندس و نتطمن عليك و ان شاء الله تعملي كأس عالم كويس بإذن الله